اشتركوا في القاهرة عددا من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والتنسيق بشأن أهم الملفات الأقليمية والدولية كما شهد الاتصال تبادل رؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وكذلك الأمن الغدائي وأعربت بوندرلاين عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة مع مصر مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع تعاون مع مصر على مختلف المستويات وتم خلال الاتصال إعرابوا عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها تعاون المؤسسي بين الجانبين سياسيا واقتصاديا وتنمويا لسيما في ظل زيارة الرئيس السيسي مؤخرا إلى بجوكسل وجه رئيس السيسي بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي لاستعراض المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة حيث واجه رئيس السيسي بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأقدر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب كما تناول الاجتماع استعراض التدرج الزمني لأعمال الكهرباء بالمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة فضلا عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء ختم الموجز إلى اللقاء